اشتركوا في القناة اسعار كل المنتجات والسلع الغذائية والخدمات ما يزيد الحمن على المواطنين الذين باتوا على حافة المجاعة واتهم السائقون قيادات حوثية بالوقوف خلف الأزمة بهدف الحصول على عائدات كبيرة من بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء يذكر بأن سألت دب البنزين سعة 20 لتر بـ 7400 ريال ووصلت أسعارها فوق الـ 15 ألف ريال خلال هذه الأزمة انخفض عدد اليمنيين المشتركين في خدمة شركات الاتصالات اليمنية الهاتف النقال بنسبة 45% خلال السنوات الأربع الماضية من 18 مليون إلى 10 ملايين مشترك جراء ترد الخدمة وارتفاع أسعارها وهجرة بعض اليمنيين إلى خارج وضعف التغذية في كثير من مناطق وتعاني شركات الهدف المحمولة عاملة في اليمن من عدم قدرة على تحديث وصيانة بنية التحتية التي تعرضت لأضرار واسعة منذ 2015 وفردت عليها جبايات وضرائب مضاعفة في صنعاء وتعرضت بعض محطات الإرسال للنهب والسلبة وتأثرت شبكة الاتصالات بالأسالات التي ضربت بعض المحافظات الجنوبية يشكو المزارعون في محافظتي مارب والجوف صعوبات كبيرة في تسويق المنتجات الزراعية خارج أسواق المحافظتين بسبب العراقيل التي تفرضوا مليشية الحوثي على النقل إلى مناطق الكثافة السكانية ما يضطرهم إلى بيع المحاصيل بأسعار قيلة في أسواق مارب وأشاروا إلى أن أبرز المشاكل التي تواجههم هي ارتفاع إجارة النقل والمواصلات وأسعار المبيدات الحشرية والأسمد الخاصة بالزراعة وارتفعت أسعار خضروات والفواك في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من رمضان المبارك وأخيراً ارتفع معدل مناولة الحاويات في مينا عدن خلال الثلاث الأول من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسية من العام الماضية وأظهرت إحصائية رسمية صادرة عن مؤسسة موانع خليج عدن أن عدد الحاويات المتدولة خلال تلك الفترة وصل إلى 146.975 حاوية نمطية أقلت 58 سفينة وأرجعت لسي نمو حركة الملاحة في المينا والتفاوات التي هي ومن بعد آخر إلى تحسن مستوى الخدمات في المينا والتسييلات والخدمات التي تقدمها لخطوط النقل الملاحية الدولية ترجمة نانسي قنقر